موسيقى مرحبا جميعا كيف أخباركم اشتكتلكم كثيرا اليوم الفيديو يتحدث عن مسكات طبيعية رائعة 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 هذه ليست مسكات جربتها يوم ويومين هذه يصبح لسنين ما يتمدع عليها لأن نتجتها جدا حلوة لأن الدعاوية الحلوة والكلمات الحلوة التي تصني منكم عندما تجربوا هذه المسكات تسعدني وتفرحني وهليات ما رح تطول عليكم دعونا نبدأ مع بعض لا 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 استهدوا هناك كم شغلة مهمة لازم نحكيها قبل ما نبدأ هذه المسكات يتمنى من كل حد قبل ما يجرب هذه المسكات يعمل تيست بسيطة الحساسية ضد المواد المكونة لهذه المسكات أو يكون عنده حساسية ضد مكون معين من هذه المكونات الأماكن التي يمكننا أن نعمل فيها تسلا هذه المسكات ممكن تكون على الإيد ممكن تكون على جزء بسيط من الوجه وكمان أكثر شيء ببان هو منطقة الرجبة فيها ريت الكل يلتزم بهذا الشيء لأن الشيء الذي سيناسبني ممكن أنه لا يناسبك فأتمنى الكل يعمل بهذه النصيحة ثاني شغلة يجب أن نبدأ نضيف المسكات على بشرة جدا نظيفة يجب أن قبل ماسك يجب أن أقوم بخار ماء حتى يفتح المسكات وكما يستفيد من المسكات بشكل أكبر أنا حضرتهم ماء سخنة وبدأت تدفع ضروري أنها تكون دافية أو ساخنة ولكن ليس لدرجة الغليان الشيء الرابع يجب أن يكون في عندي مثل فوطاء أو شكير خاص في ناء نظيف قبل ما ماء تبرد يجب أن نعمل بخار ماء حتى نفتح المسكات ونهيق لإستقبل أكبر قدر ممكن من الفائدة للمسكات التي سنجربها سوا أولاً يستخدم الفوطاء وبغطي رأسي فيها حتى أحبس كل بخار الماء على بشرتي سنأخذ تقريباً من شيء خمس دقائق لسي دقائق بس ليس أكثر دعونا نبدأ دعونا نبدأ ونعمل أول ماسك سوا موسيقى 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 هذا هو ريحته بتجنن سوف نبدأ بشرتي و نتركه تقريبا تلت ساعة و نغسي وجهنا ولكن قبل أن نغسي وجهنا من هذا الماسك الشوفان مع السكر و القهوة سوف يعملوا سكراب للبشرة حتى يتخلصوا من التصبغات و الجلد الميت فقبل أن نغسي بشرتنا و يجف هذا الماسك على البشرة نحاول بشكل جدا هادي نعمل تقشيل البشرة بشكل دائري شي تقريبا لجيجا أو اثنين ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 كما هي مهمة لذلك انا مردت كل الماسك على وجهي طبعا نضل منه كمية انا بحب نعمل منه كمية شوية زيادة ما بتصدقوا هذا قديش وحلو تعملوا فيه سكراب لكامل الجسم يعني تعملوا دوش دافي وبعد هكذا تعملوا فيه سكراب لالجسم هلقيت رح اتركوا شوية تقريبا ربع ساعة لتلت ساعة ولما يبلش يجف رح اعمل فيه سكراب كمان مرة لوجهي وهكذا ما نكون وصلنا لنهاية هذا الفلوغ هاي نتيجة الماسكات اللي عملناها اليوم والتقشير لسه بشرتي شوي حمرة لانه التقشير يعني يوصل كل طبقات البشرة اليوم ولكن قبل ما اختم هاد الفلوغ لازم اذكركم انه بعد كل ماسك حتى نسكر المسام ونحافظ على هاي النتيجة بحلوة لازم نجيب تلج ونمرره على كل الوجه هاي اول خطوة سيجيب هاي المنشفة وبلش تحت عيوني هاي الخطوة كتير مهمة مهمة تحت العيون شايفين يعني عن جد المسكات هاي نتيجتها فورية الهلات السوداء تقريبا اختفت بعد كمية العناية هاي الله عن جد يا صبايا لازم تجربوا هاي المسكات كلها حلوة خلقيت انا طبعا عم سكر المسام على بشرة جدا نظيفة ما في ميك اوب ابدا بعد هيك رح نشف وجهي روح بعد هيك طبعا بعد كل ماسك والتلج لازم كريم مرتب هاد الكريم اللي انا بستخدمه من بيشي رح اكتبلكم اسمه طبعا هون شوي وتبلش البشرة تهدى لانه التلج والتقشير عمل بس شوية احمرار هون مو احمرار طبعا مؤذي ولكن هذا بس مع التقشير شوي ورح يروح رح يستخدم بعد هيك الكريم المرتب على كامل الوجه وهيك بكون خلصت المسكاتي لليوم والعنايب البشرة والنتيجة صارت قدامكم واضحة طبعا متل ما شفته كل المسكات اللي استخدمناها اليوم ما فينا نرميها فينا نستخدمها ونستفيد منها كتير منيح بانه نروح ناخد دوش ونعمل السكراب بكتير حلو وبعد هيك منكون عملنا سباك كامل لكل الجسم استفادة حلوة وبتمنى الكل يجربها هيك منكون خلصنا بتمنى هاد الفلوغ عجبكم كمان استفدتوا منه اذا عجبكم حابين نعمل كمان الفلوغ مثل هيك بتمنى تتركوا لي هاد الكومنت تحت بي صندوق التعليقات واللي ما بيتابعيني على انستغرام بتمنى ينضم لعيلتي هناك لانه انا رح شارككم كمان بمسكات شبه اسبوعية اذا ما عملناها على اليوتيوب فبتكون هناك وهيك منكون وصلنا لنهاية هاد الفلوغ وبتمنى لكم طبعا نهاية يوم سعيد ومسا سعيد مع عيلتكم وصار لازم نحكي لكم باي باي وبشوفكم بفيديو جديد موسيقى اشتركوا في القناة